مئة يوم صحة خلينا نتكلم عن التصنيف والتعريف بتاع مئة يوم صحة مئة يوم صحة فيها صحة وفيها مئة يوم طيب يبقى احنا محتاجين نعرف ماذا نقصد بالصحة وليه مئة يوم الصحة زي ما عرفتها من الضامة الصحة العالمية هي حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي يبقى احنا هنا مش بنتكلم على فقط علاج امراض ولا فقط الوقاية من الامراض لكن احنا بنتكلم على الصحة بمفهومها العام وهو كمال بدني ونفسي واجتماعي بتوجيه من السيد الرئيسة الفتاة السيسي وزارة الصحة اطلقت هذه المبادرة عشان نعمل الصحة دي في فترة زمنية محددة اللي هي المئة يوم طب دي عبارة عن ايه؟ كل الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين يتم تكثفها في مئة يوم يعني لو كنا بنقدم خدمات التطعيمات في الفترة الصباحية في وحدات الرعاية الاساسية من الساعة تسعة صباحا للساعة اثنين او تلاتة فاحنا هنقدم خدمات التطعيمات في المئة يوم دولت من تسعة صباحا لتسعة مساء ومش بس كده هيبقى عندنا حملات طرق او عندنا فعليا لأنه البدرة بقى لتين وعشرين يوم في نسختها الثانية عندنا حملات لطرق الابواب بنخبط على الناس بناء على الداة اللي عندنا مين اللي عنده اطفال بنقول له هيك طاعمت ولادك ولا لأ بنروح البيوت آه بنروح البيوت وبالتالي طب هل الخدمة لي كانت موجودة كانت موجودة لكن احنا بنكثف هذه الخدمات وبنزود معدل تقديم الخدمات في فترة زمانية طب الدولة المصرية عايزة ايه من تكثيف خدمات وزارة الصحة في مئة يوم هل فيه هدف حكومي معين هل فيه هدف وزارة الصحة عايزة انا عايز المواطنين يعيش حياة كريمة عشان تعيش حياة كريمة يبقى لازم تبقى صحيحة صحيح البدن صحيح النفس صحيح اجتماعيا في علاقتك بالاخرين وبالتالي الهدف الاعمال الاشمل للدولة المصرية هي الوصول لحياة كريمة لمواطنية طب انا لما اجي في مئة يوم وكثف الخدمات الصحية انا كده بحقق جزء كبير من الحياة الكريمة وهو توفير الصحة للمواطنين لاني مش بتكلم بس على العلاج زي وده جزء مهم في مبادرة ميتي يوم صحة وهي مبادرة سيد رئيس الخضاء على قوة من الاتظار مثلا في التدخلات الجراحية انا شغال على ده وفي نفس الوقت شغال على الصحة النفسية من خلال مبادرات الصحة النفسية المتعددة الـ 14 مبادرة اللي اطلقها السيد الرئيس بيتم تكثيف العمل بيها الطب الوقائي وفي نفس الوقت جزء كتير من الصحة الأكل الصحية المية اللي فيها خصائص صحية مطلوبة وبالتالي التفتيش على مأخذ المياه ومحطات المياه التفتيش على المطاعب على أماكن تاخدين الطعام العاملين في تقديم الطعام كل ده جزء من المبادرة ناقلات الأمراض الحشرات الأماكن اللي بينتشر فيها القمامة وبيتكثر فيها نواقل الأمراض التفتيش على ده والتفتيش على لأننا في النهاية عايز أوصل لحياة صحية سليمة بتكثيف كل ما نقدمه لصحة المواطن في مئة يوم وكأن رقم مية واحد من أرقام الحظ الخاصة بصحة المصريين مئة يوم صحة مئة مليون صحة مئة مليون صحة مية وصحة لاثنين مرتبطين مرتبطين بالعديد من المبادرات اللي بتقوم بيوضحة صحة تحت المطالة نحن نرى في الشعب المصري أيا كان عدده هو عامل قوة بس بشرط أن المواطن ده يبقى صحية